كلما اقتربت القوات العراقية والكردية من الموصل أحاطت بتقدمها الإشاعات البشمرقة لا تزال تطوق بعشيقة شرق المدينة لكنها بعد لم تقتحمها وأعلن الأتراك أنهم قصفوا مواقع لداعش في بعشيقة تلبية لطلب البشمرقة أما في برطالة جنوب بعشيقة فقد شن الجيش العراقي هجوما واسعا للسيطرة على مجموعة القرى في المنطقة بهدف مواصلة التقدم باتجاه بلدة كوكاجلي على مشارف الموصل في سنجار غربا التي استعدتها البشمرقة في وقت سابق قتل 15 مسلحا من تنظيم داعش خلال صد المسلحين الأكراد هجوما للتنظيم كما دمرت في الاشتباك سيارات مفخخة وأعتبط أسلحة رشاشة من جهة أخرى يستمر الجيش العراقي في تطويق الجهة الشرقية بعد سيطرته على قضاء الحمدانية الذي كان داعش قد نفى فقدان السيطرة عليه ترجمة نانسي قنقر